وسنتابع في الملف نفسه عن بوريس جونسون الأشقر صاحب الابتسامة الماكرة والشخصية العنيدة كما أسلفت ضيفتنا الكريمة يضع خط نهاية مشواره رئيسا للوزراء منصب لم يعمر فيه سوى الثلاث سنوات لكنها مدة كانت كافية للرجل لاحتلال حيز في الذاكرة بسلوكه الغرائبي أحيانا والطريف أحيانا أخرى يجب أن نقول الجدية أيضا أحيانا أخرى المشوار السياسي للرجل اتسم بالكثير من المتغيرات قبل أن ترسو سفينته في رئاسة الوزراء وهو ما كان إنجازا يبدو مستبعدا بالنظر لبدايات الرجل المهنية حياة الرجل عرفت الكثير من المد والجزر بين التألق والإخفاق إلى غاية استقالته من رئاسة الوزراء في بريطانيا فكيف وصل جونسون إلى هذه المحطة من حياته بداية بوريس جونسون كانت في السلطة الرابعة حيث عمل في صحيفة تايمز التي فصلته بسبب فبركة تصريحات لكن أصر على المواصلة حيث انتقل ليصبح مراسلا في بريكسل لصحيفة دايلي تالغراف اليمينية هناك اشتهر بخطاباته المعادية للاتحاد الأوروبي واشتهر في التسعينات كخبير في برنامج تليفزيوني ساخر وهناك بدأت تتضح شخصيته السياسية تعرض بعدها لإخفاق جديد حيث أقيل في عام 2004 من منصب وزير الخزانة في حكومة الظل لدى المحافظين بسبب الكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج وكان أول منصب بارز له عام 2008 بدأ الرجل يشتهر كرجل سياساء فعليا حيث انتخب رئيسا لبلدية لندن في مشهد غير معتاد بالنسبة لحزب المحافظين ويرجع الفضل في ذلك لأسلوبه الفريد أظهرت النتيجة جاذبية جونسون الانتخابية الواسعة فاز في إعادة انتخابه في عام 2012 مما زاد من احتمالية تبوئه مناصب أكبر اختار جونسون عدم السعي لولاية ثالثة في عام 2016 وبدأ في التفكير برئاسة الوزراء ظل جونسون ينتقد رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعندما أجبرت على الاستقالة خاض سباق زعامة حزبه تمكن من الفوز هذه المرة وأصبح زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء وفي أواخر 2019 أجر انتخابات تمكن خلالها من الفوز بأغلبية حاسمة أبرز محطاته منذ توليه منصب رئاسة الوزراء مع انتشار الفيروس وصل جونسون إدفاء الإيجابية على رسائله المتعلقة بالصحة العامة حتى في بداية مارس 2020 ففي التاسع من مارس اعترف بحجم ما كان قادما آنذاك محذرا العديد من العائلات من أنها ستفقد أحباءها قبل وقتهم كان تصريحا صادما آنذاك كلنا نذكره أعتقد تورط في فضيحة بارتيغيت بين عامي 2020 و2021 حيث كان رئيس الوزراء البريطاني قد كسر عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية وأقام حفلات وتجمعات في مقر عمله أيضا أخطأ ولكنه اعترف بارتكابه هذه المخالفات ووصف ما قام به بأنها تصرفات غير مسؤولة لكنها أو لكنه في الوقت نفسه رفض تقديم استقالته تمسك بمنصبه هذه الفضيحة أدت إلى إجراء تصويت لحجب الثقة شهر يونيو الماضي لكنه نجى منه بعدما حظي بدعم العدد الأكبر من نواب حزبه